اشتركوا في القناة وكان الفائزون ثلاثة وهم مزرعة وردة ومزرعة نانوس وكذلك مزرعة فارس المميز اثنين من المتأهلين من المرحلة الثانية تغلبوا على المتنافسين في المرحلة الثالثة اول شي نشوف المتأهلين معانا طبعا في المرحلة الرابعة وهي مرحلة مستوى تصاميم مزارع هايدي للأبطال فاللي موجودين معانا حاليا المسجلين معانا خمسة المستويات علاوي ميتين وتسعة ندى مية واحد وسبعين مستوى مزرعة بدرية مية وستة وستين مستوى مزرعة سحر ميتين وسبعة وستين مستوى مزرعة سعد ميتين واثنين وستين ولكن المفاجأة والمفارقة يوجد بين المتنافسين موجود مزرعة مستواها ثلاثة وتسعين وهي مزرعة وردة المتأهلة من المرحلة الثانية وتغلبت على الجماعة في المرحلة كذلك الثالثة فعزت مرتين على التوالي في هذه المسابقة وهذا الموسم المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة نقول بالتوفيق للجميع أصدقائنا وعندنا كذلك المتأهلة من المرحلة الماضية مزرعة نانوس مستوى المزرعة مية وسبع وعشرين البارح ختمت عندنا مسابقة تصاميم مزارع هايدي للمزارع من مستوى المية واحداش إلى المستوى مية وخمسين وفاز بالمركز الأول مزرعة وردة وكذلك فازت مزرعة نانوس بالمركز الثاني أما المركز الثالث فكان نصيب مزرعة فارس ولكن اللي تأهل معانا إلى المرحلة الأخيرة من المسابقة وهي المرحلة الرابعة هما مزرعة وردة ومزرعة نانوس راح يواجهون مزارع كبيرة نقول لهم بالتوفيق خلونا نشوف مزرعة وردة أتمنى أن موجود تصميمها اللي فازت فيه إلى الآن مزرعة وردة فازت بهذا التصميم تصميم جدا جميل ورائع وحاز على استطلاع عالي من الجمهور وكذلك فاز بالتحكيم فيه الكثير من التشكيلات اللي موجودة حسب ما نشوفها الآن بروعة التصميم ويوجد الكثير من الزينات والديكورات اللي استخدمتهم وكذلك يوجد هذا الملعب فنقول مبروك لوردة بفوزها بالمركز الأول بهذا التصميم بالمرحلة الثالثة من مسابقة تصميم مزارع هايدين خلونا نشوف مزرعة نانوس هي كذلك متأهلة إلى المرحلة الأخيرة والرابعة نانوس قادمة من المرحلة الثالثة ونانوس هذا تصميمها اللي فازت فيه بالمنافسة للمرحلة الثالثة بالأمس وحازت على المركز الثاني بالنقاط مثلها مثل وردة وردة حازت بأعلى نقاط تقييم وأعلى استطلاع نانوس هي اللي كانت بعدها بالتقييم وكذلك بالاستطلاع مبروك لنانوس المركز الثاني وحازت على خمسمية وسبعين مجوهرة والآن هي تطلع بأنها تنافس وين تنافس في المرحلة الأخيرة مرحلة أبطال تصاميم مزارع هايدين طيب عندنا الآن نبتدي المزارع اللي تم تسجيلها وهي عندنا مزرعة بدرية خلنا نشوف مية وستة وستين بدرية قادمة لأول مرة وعندها طموح عالي بأنها تنافس وتحصل على مركز تتمنى لها التوفيق طبعا بدرية مزرعتها مخفية جميع الأعمال والأشغال آآ للديكورات والتصاميم ندى شاركت بهذه المسابقة طبعا ندى أتوقع هذا ما هو تصميم اللي راح تدخل فيه للمسابقة أتوقع أو ممكن هو ما أدري عنها ولكن في المرحلة هذه أتوقع هم يخفون تصاميمهم حتى ما تبين نقول بالتوفيق للجميع والتوفيق اللي ندى بتصميماتها اللي راح تدخل فيهم للمنافسة مزرعة علاوي لاوي مزرعتها مائتين مستوى مائتين وتسعة هذا تصميم مزرعة علاوي نشوفه طبعا هذا التصميم هو دخل فيه من المسابقة الماضية أو الموسم الماضي ولكن الآن ما ندري وش التصميم اللي عند علاوي اللي راح يدخل فيه حتى الأرض الجانبية عامل لها تصميم خطير اللي بعده عندنا مزرعة مائتين واثنين وستين مزرعة سعد لأول مرة يشارك معانا في المسابقة سعد وطبعا اللي موجود قدامي الآن تصميم لكن ما ادري هو تصميم اللي راح يدخل فيه ولا سعد يخفي تصميم آخر اتمنى التوفيق لسعد وكل المشاركين معانا في مسابقة التصميم للمرحلة الأخيرة مرحلة أبطال تصميم مزارع هاي دي الأخير عندنا مزرعة سحر لأول مرة المشاركة ببطولة ومنافسة تصاميم مزارع هاي دي لأول مرة فنقول بالتوفيق ما ندري وش التصميم اللي راح يكون الدخول فيه للمسابقة تمنى للجميع التوفيق أصدقانا الكرام راح يشوف معاكم كذلك الشروط شروط المسابقة أصدقانا هي عبارة عن شروط نتمنى راح أقراها لكم الآن شروط المسابقة شروط المرحلة الرابعة لمسابقة تصميم مزارع هاي دي أولا يشترط ربط المزرعة بنظام سوبر سيل أي مزرعة ما مربوطة بسوبر سيل ما نقدر نعطيه نعطيهم جائزة يعني المزرعة اللي ما مربوطة بسوبر سيل صاحبها ما نقدر نعطيه جائزة نهائيا فلا هذا السبب احنا نشترط المزرعة تكون مربوطة بنظام سوبر سيل ونقدر نشحلها الشرط الثاني تصميم المزرعة بالكامل تصميم جميل من الآلات والحضائر والحيوانات الأليفة والمباني الموجودة داخل المزرعة والشاحنة والمبنى المزرعة والمتجر الجانبي حتى الأرض الجانبية لأن المرحلة الرابعة يكون عندهم الأراضي الجانبية مفتوحة الثالث تفعيل التصميم يوم التقييم والتواجد يوم التقييم أربعة التواجد يوم التقييم بالبث للتقييم خمسة قبول نتيجة التقييم واستطلاع الجمهور ستة يمنع عرض مزرعة طبعا يمنع المشاركة وعرض مزرعة مزروعة بالأشجار يعني مخصة بالأشجار وشنسو فيها احنا سبعة وهذا الشرط أتمنى الجميع ينتبهون ويركزون معاه لأن هذا يعتبر هو من أساسيات التقييم من أساسيات التقييم أصدقائنا حتى ما يكون فيه الدخول بتصاميم وزينات وديكورات نقول ما يحبذ أنه يتم الدخول فيها يشترط عدم استخدام الزينات الموسمية للمواسم الأخرى يعني صيف ربيع الشتاء موسم رمضان موسم نهاية السنة يعني المواسم الباضية غير موسمنا الحالي اللي احنا فيه هو يفضل الدخول بالزينات الخاصة بهذا الموسم طبعا هذه كل الأشياء تعتبر شرط من الشروط في المرحلة هذه المرحلة الرابعة ولكن هل تعتبر مخالفة المرة هذه تم التعديل على النظام هذا فهي ما تعتبر مخالفة ولكن لو حطيتها ما راح تحسب لك ومن يعني يكون تصميمه يتضمن زينات موسمية راح يسبك حتى لو كان تصميمك أفضل راح نحسبها نقاط كنقاط ضعف موجودة في تصميم مزرعتك بأنك استخدمت زينات لمواسم ثانية نهاية فيديونا تمنى التوفيق لجميع المتنافسين معنا بمسابقة التصاميم للمرحلة الرابعة مرحلة أبطال تصاميم مزارع هاي دي ونشوفكم على خير إن شاء الله بإذن الله فيديو آخر من هاي دي الرائعة لا تنسون تعليقات لايك وكذلك الاشتراك الغير مشتركين لا نترككم برعاية الله ومع السلامة اشتركوا في القناة